اشتركوا في القناة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية مشيرة إلى أنها تمتلك خبرات واسعة واستقلالية كاملة تمكنها من القيام بهذا الدور على أكمل واجه لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة رشيد سعيد يعقوب الصحفي ورئيس تحرير النسخة العربية لنشرة تي تي يو أهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد بداية هل هذه الانتخابات محسومة مسبقا ولصالح من؟ هذه الانتخابات محسومة قبل أن تجري ولصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومرشحه للرئاسة الفريق عمر البشير وهو أصلا لم يكن يحتاج إليها لأنه في السلطة منذ أكثر من 25 عام ولكنها محاولة لوضع مكياج لهذه السلطة بعد أن كان الرئيس البشير قد أعلن بنفسه قبل عدة سنوات أنه لن يترشح لولاية جديدة ولكنه عاد وتراجح كعادته عن كل ما يقول كما عودنا دائما في السياسة السودانية يتراجع عن ما يقول وقرر الترشح من جديد هذه الانتخابات محسومة سلفا لعدة أسباب أولا أنا أستغرب أن تقول المفوضية أنها تتم وفق المعايير الدولية لأن المعايير الدولية معروفة أولا فيما يتعلق بقانون الانتخابات هذا القانون قام بوضعه الحزب الحاكم منفردا لم يشرك معه أي من قوى المعارضة وبالتالي هذا القانون يتماشى مع رؤية الحزب الحاكم لتقسيم السودان جغرافيا من حيث القضاء الانتخابية الشيء الثاني المفوضية نفسها قام بتشكيلها رئيس الجمهورية هي ليست مستقلة هذه المفوضية سم تعيينها هذه المفوضية هي نفسها التي اتهمت في الانتخابات السابقة بتزوير الانتخابات وعيد تعيينها الشيء السالس والأهم أن هذه الانتخابات تقاطعها كل الأحزاب المعارضة في السودان كل الأحزاب الكبيرة تقاطعها الشيء الرابع فيما يتعلق بالنزاهة والمعايير العالمية أن نعتدنا على أن تكون هناك مراقبة دولية للانتخابات في كثير من دول العالم ولكن هذه الانتخابات لا تراقبها إلا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وهي أندية للديكتاتوريات حتى الآن بينما المنظمات المستقلة في العالم الغربي وحتى المنظمات المستقلة في الدول العربية والأفريقية لا تشارك فيها وأنا ضحكت وأنا أدخل إلى الاستوديو حينما رأيت تصريحا رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين يقول أنهم سيراقبون هذه الانتخابات وأنهم سيرسلون أربع ألاف مراقب إلى مراكز التصويت مع العلم أن اتحاد الطلاب السودانيين هو اتحاد يزبع للحزب الحاكم رئيسه معين من الحزب الحاكم ونظم قبل أيام كان جزءا من حملة الرئيس البشير الانتخابية كما صورت هذه الانتخابات أستاذ رشيد لماذا إهدار الوقت إهدار المال السودان في حاجة جدا إلى ربما الموارد المالية وأيضا المعارضة تقاطع الانتخابات طيب ما جدوى من إقامتها أولا هذه الانتخابات ما كان لها أن تقوم باعتبار أنه في العام الماضي في شهر يناير أطلق الرئيس السوداني مبادرة للحوار الوطني وافقت عليها كل القوى السياسية الداخلية وكذلك القوى السياسية المسلحة وتم الاتفاق على أسس من أجل عقد مؤتمر تحضيري في أديسة بابا قبل أسبوعين ولكن الحزب الحاكم ظل يلعب على الوقت ويراهن على التلاعب في الوقت وجر الوقت إلى حين وصول موعد الانتخابات بالرغم أنه كان هناك اتفاق أن يتم تأجيل الانتخابات عبر الوسطاء الألمان الذين حضروا للقاء المعارضة في برلين إقامة الانتخابات بهذا الشكل وفي هذا التوقيت مصلت ضربة كبيرة لعملية الحوار الوطني التي كانت أجدل أنه الهدف من عملية الحوار الوطني ليس فقط انتخاب حكومة المشكلة في السودان ليست من يحكم السودان المشكلة في السودان كيف يحكم السودان هناك حروب في أقاليم كثيرة من السودان هناك قضية التنوع الثقافي والعرقي والديني بكل أشكاله في السودان كيف تتم إدارتها هناك قضية عودة النازحين واللاجئين الذين شردوا من مناطقهم بسبب الحروب هناك قضية المحاسبة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني وعلى رأسهم الفريق عمر البشير المطلوب للمحكمة الدولية هناك الكثير من القضايا ذات الأولوية التي تسبق تنظيم انتخابات الانتخابات كان يفترض أن تأتي تتويج لمسيرة حوار وطني يؤدي إلى مصالحة ولكن حزب المؤتمر الحاكم الرئيس البشير لعدم رغبته في ترك السلطة لرغبته في التشبس بالسلطة لخوف الرئيس البشير أيضا أنه في حال تخليه عن السلطة من الذهاب والقبض عليه في المحكمة الدولية أصر على إقامة هذه الانتخابات في هذا التاخوخيت وهي انتخابات أنا أتفق معك تماما أنه لا جدوى منها سوى إضاعة المال ولكن هذه أيضا من جدوى الانتخابات بالنسبة للمؤتمر الوطني الحاكم لأن المؤتمر الوطني الحاكم عرف بالفساد والانتخابات فرصة لتحصيل المال ولا أخفي أقول سرا إذا قلت أن رئيس مفوضية الانتخابات في الانتخابات السابقة كان قد منح عقد تدريب الكوادر التي تنظم العملية الانتخابية وكان العقد بما يزيد عن مليار جنيه السوداني وهو اليوم رئيس مفوضية الانتخابات أي أن هناك أيضا فوائد مادية يجنيها عن عاصر وقيادات النظام من هذه الانتخابات طيب أستاذ رشيد المعارضة تتهم الحزب الحاكم بعرقلة تقدم السودان سعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن ترابي دعا الأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالفات كبرى لماذا لا تنجح المعارضة في تشكيل قوى موازية لقوى الحاكم؟ أولا يعني المعارضة نجحت صحيح أن لسنوات طويلة لم تنجح ولكن خلال العام الأخير وبعد إطلاق مبادرة الحوار الوطني نجحت المعارضة المسلحة في تجميع نفسها في إطار الجبهة السورية ثم تفاوضت هذه المعارضة المسلحة مع حزب الأمة وهو حزب رئيس الوزراء السابق الرئيس الشرعي أو رئيس الوزراء الشرعي المنتخب الصادق المهدي في آخر حكومة ديمقراطية هذه حزب الأمة والجبهة السورية وقع ما اتفاق باريس هنا في باريس هذا الاتفاق الذي يدعو إلى الحل السلمي وإلى وقف الحرب وإلى التحول الديمقراطي في السودان ثم قوة إعلان باريس ممثلة في حزب الأمة وقوة جبهة السورية توجهت إلى هذه سبابة ووقعت مع قوة الإجماع الوطني التي تمثل قوة المعارضة في الداخل كل الأحزاب الرئيسية في المعارضة في الداخل الحزب الشيوعي، التيارات للحزب الاتحاد الديمقراطي، حزب المؤتمر السوداني، حزب البحث وأحزاب أخرى كثيرة وقعت ما يعرض بنداء السودان نداء السودان هذا كان يفترض أن يقود إلى الحوار الوطني ولكن انتناع حزب المؤتمر الوطني عن الذهاب إلى اجتماع عدي سبابة في يوم 30 المارس الماضي هو الذي أجهد كل هذه الجهود اليوم المعارضة بشقيها العسكري والمدني موحدة لديها برنامج محدد من أجل وقف الحرب والانتقال الديمقراطي للسلطة في السودان ولكن في حال إصرار النظام على المضي قضما في خطته، هذه المعارضة ستلجأ إلى طريق الانتفاضة كما قالت ولعلك لحظت أن بالأمس المفوضية الانتخابات أعلد أنها لن تقييم الانتخابات في سبع دوائر في جبال النوبة هذه المنطقة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والتي قررت أنها لن تسمح بقيام الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها النظام صير على إجراء هذه الانتخابات المعارضة تصير على المقاطعة هناك جماعات مسلحة هل نحن ربما على وشك نزاع في السودان؟ عودة النزاع مجددا بحدة؟ النزاع دائما موجود النزاع دائما موجود في السودان وضحاياه بالملايين ضحايا الاقتصاب، ضحايا المجازر الجماعية، ضحايا القصف بالطيران ضحايا أيضا منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المواطنين المحتاجين هذه هي مأساة السودان الحقيقية لذلك أي حل وأي انتخابات أو أي حل سياسي لا يمر بوقف العمليات العسكرية توصيل المساعدات الإنسانية وإتاحة الحريات الديمقراطية لن يمثل حلا حقيقيا لمشاكل السودان النظام يعيد إنتاج المشكلة في السودان التي أدت إلى فصل جنوب السودان ولن يكون مستقربا في وقت قريب أن نسمعنا في دارفور أو في جبال النوبة أو في النيل الأزرق أو حتى في شرق السودان من يدعو إلى استقلال هذه الأقاليم طالما أن المركز مصر على الهيمنة والسيطرة بالصورة الحالية كل ما تفضلت به أستاذ رشيد لا يخفى لا على المجتمع الدولي ولا على الدول المجاورة دعني أقول في المنطقة الإقليمية حيث السودان البشير أعلن عن دعمه للعملية التي تقوم بها السعودية في الرياض هل هناك دعم للبشير وربما رغب في استمراره لفترة رئاسية أخرى على رأس السودان نظرا لمصالح دولية وإقليمية أنا أعتقد أن كل الطرفين يلعب على الآخر البشير يعلم أن هذه الدول التي تحالف معها في عملية الحزب هي دول معادية لتنظيم الأخوان المسلمين وجعلت من هدفها إبعاد هذا التنظيم عن السلطة يعني هناك حسابات سياسية أستاذ رشيد وبالنسبة لهذه الدول هي تعلم أن عدم وجود البشير في هذا التحالف معها يعني أنه سيقوم مع حليفته إيران ومع الحوسيين في هذا النزاع هي سعت إلى تحيده وهو سعى إلى تحيده لذلك هذا يعني تحالف مصلحي قصير الأمد لا أعتقد أن السودان سيستفيد منه كثيرا حتى لو ما قيل عن تقديم مساعدات إنسانية أو مساعدات مالية للحكومة السودانية في حدود أربعة مليار دولار هذا المبلغ مبلغ تافي لا يستحق أن نتوقف عنده كثيرا لأن الحرب في السودان أنت تعلمين تكلف أكثر من ثلاثة مليون دولار في اليوم إذا وقفنا الحرب لن نحتاج إلى مساعدة أحد سيد رشيد هل سيتواجه السودانيون إلى صندوق الاقتراح؟ المعارضة لأن يكون هذا اليوم يوم للمقاطعة والبقاء في المنازل وسنرى المؤشرات تشير الآن من خلال اللقاءات التي ينظمها الحزب الحاكم والتجمعات الشعبية للتعبئة للانتخابات أن الحضور ضعيف ورأينا أن النظام يجبر الموظفين على الخروج من مكاتبهم للذهاب إلى هذه اللقاءات رأينا أنه يستخدم جهست الإعلام وهي مفترض أن تكون مستقلة بين كل الجهات السياسية في هذه الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم هو سيفعل ما بوسعه ولكن أنا أؤكد لك أن الصندوق الانتخابات قد تم ملأها بأوراق الترشيح مسبقاً وستصل وهي معبئة تماماً وهي السياسة التي نسميها في السودان بسياسة الخج شكراً جزيلاً لك رشيد سعيد يعقوب الصحافي رئيس تحرير النسخة العربية لنشرتك على حضورك ومشاركتك معنا شكراً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر